بص يا سيدي على سبيل المثال احنا هنا بنتكلم على مجموعة من الاحصاءات تفضل مشكورا المركز الاعلامي التابع على رئيسة مجلس الوزراء بالعمل عليها علشان تبقى شايف فهتلاقي يقولك مثلا قناة السويس الممر الملاحي الاكتر اهمية في حركة التجارة العالمية ييجي واد من بتوع الاخوان يقولك يعني ازاي او واحد تاني الناس بتاعت الاخوان هرشت له في دماغه يقولك ايه انت بطلوا بقى الكلام فنقوله يا سيدي اسمع بس ما هو مشروعات الاسدواج اللي حصلت دي اللي مهياش عجبة العيال بتاعت الاخوان واللي الشباه هم هي السبب في اللي احنا هنقوله دلوقتي مسألة التوسع والتعمق والتكريك الدائم هي السبب في اللي بيجرى دلوقتي جزب المنطقة الاقتصادية للاستثمار العالمي هو السبب في الارقام اللي بقولها لك دلوقتي تعال نشوف بالاراد 2010 قناة السويس كانت بتحقق 4.8 مليار 11 خمسة و 2 من 10 12 و 13 بطبيعة الاحوال 5 و 1 من 10 غبوط في الارادة هو السنة السوداء بتاعت محمد مرسي واصحابه طيب تعالي على 2014 بعد 30 ستة ايه اللي حصل 5 و 5 من 10 وبعدين القلق اللي تسبب فيه الاخوان والحركات المسلحة التابعة ليهم واللي ماشية على ضربهم قدت الى انخفاض ارادات فبقت 5 وبعد كده بدأني هنا بقى الصعود 5 و 3 من 10 5 و 7 من 10 2018 2019 ما عنديش كورونا 5 و 8 من 10 قاعد عمال في حالة صعودية جات الكورونا في 2020 لقينا نفسنا نزلنا حبة بقينا 5 و 6 من 10 هل ده معناه ان انا هعوض هذا الانخفاض وارجع تاني على 5 و 8 من 10 لا هنا بقى يبقى زكاء ايه زكاء الترتيب الاقتصادي ازاي قناة السويس ما هيش مجرد ممر ملاحي يعني سفينة دخلة من الجنوب ذاهبة الى الشمال سفينة جاية من الشمال ذاهبة الى الجنوب المسألة مش بهذه البساطة ولا بهذه السطحية على الاطلاق انت لازم بتعمل حزم من المحفزات لازم تعمل اجراءات لجذب السفن الى اخره فتلاقي انه القفزة بتاعتك 20-20 لحد 21 ايه اللي حصل اعلى ايراد سنوي في تاريخ القناة 6 و 3 من 10 مليار بزيادة قدقي عن العام اللي قابله 1 و 3 من 10 مليار دولار عشان بيش حد يقولك ده بيحسبوها بالجنيه فبيشوف فرق سعر الصرف ده بالدولار طيب السؤال هو لا استنى بساطة السؤال هو هل ده معناه ان انا حققت فلوس لكن حجم السفن والحمولات اللي بتجيلي قالت لكن انا بس رفعت اسعار برضو لا تعالا 20-10 18 21-17-18 17-18 كمل 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 توصل فين بقى في 21-21 تاني اعلى حمولة صفية في تاريخ القناة يبقى القصة مش ان انا زودت السعر بتاعي لا يا فن ده انا اسعاري اهيه او بالاضق ادي فلوسي 6 و 3 من 10 ودي الحمولة الصفية بتاعتي بردو زايدة بقت 20 و 7 من 10 فبقت اعلى حمولة صفية في تاريخ القناة يبقى انا عملت معدلة بتاعت ايه بقى انا رفعت معدل الايراد بتاعي فجبت اعلى ايراد تاريخي ورفعت عدد الحمولات الصفية فبردو جبت اعلى ايه اعلى حمولة صفية تاريخيا تعالى ناخد اللي بعدها ايوا بص يا سيدي طيب تعالى بقى نشوف هنا ايه قناة السويس هنا السلايد دي توفر عشرات الايام للسفن في مقابل الممرات البديلة قناة السويس مقابل رأس الرجاء الصالح على سبيل المثال وبالمناسبة انا هجيب لك كمان بانما ما هو دايما يقول لك المقارنة بانما ولا قناة السويس اصطبق طب بانما الفرق ما بيننا وما بينها 14 يوم لصالح قناة السويس تعالى نخش على بيرايوس او جدة بيرايوس يعني عن طريق رأس الرجاء الصالح الوقت المتوفر 32 يوم من وقت الرحلة واخد بالك طيب توكيو روتردام الوقت المتوفر 9 ايام دي الفروق يعني عادة بتاخد 36 فوق ما بين جدة بيرايوس وما بين توكيو روتردام 38 يوم انا عندي الفرق اقد ايه الفرق فوق 32 يوم كويس يعني 88 في المية فرق وعندي توكيو روتردام الوقت المتوفر 9 ايام يعني الفرق 23 في المية من وقت الرحلة تعالى من رأس تانورة لحد روتردام الفرق بتاعنا اقد ايه 14 يوم بالنسبة 42 في المية فرق طيب رأس تانورة نيويورك بالوقت المتحدة الامريكية الوقت اللي بوفر بيتوفر عن طريقي في قناة السويس 10 ايام يعني يساوي اقد ايه نسبة مئوية 30 في المية فرق تعالى نكمل اللي بعده ايوه اهو واحد اتنين تلاتة تعالى بقى ما بين كولومبو كويس لحد نيويورك 14 يوم الفرق بتاعي 39 في المية وفر سنجافورة نيويورك الوقت المتوفر انا بوفر قد ايه 6 ايام يساوي 19 في المية فرق طيب كاراتشي الشرقة ميرسن الوقت من 1 ل 5 ايام حسب الظروف الملاحية طيب قد ايه بقى 41 و 6 من 10 40% وفر ايام توقيت كويس جميل يا دكتور اللي بعده خليلا بقى سبتين عندي دي يعني ايه الوقت المتوفر ده بيعمل ايه يعني ايه فيه عندي مثلا 39% فرق في وقت الرحلة يعني ايه عندي 40% وفر في وقت الرحلة يعني ايه عندي 23% وفر في وقت الرحلة واحد هو الوقت في حد ذاته منجز لتنشيط عملية التجارة على مستوى العالم يبقى أنا مساهم في تنشيط حركة التجارة العالمية بالوفر في الوقت أدي واحد يعني إيه وفر في الوقت كمان مر يعني كمان استهلاكات الطاقة بتاعت هذه السفن أنا بوفر عليه برضو نفس النسب 30% أو 40% إلى آخره في استهلاكات الطاقة مش بس كده البحارة والأطقم اللي موجودة على ظهر المركب كل ما بأثر الوقت كل ما الناس دي بتاخد فلوس أقل مش مشكلتي دلوقتي مين أقل ومين أكتر لكن ما بيدفع لهم يوميات يعني يجي يتقال لك الله أنت بقال لك كذا يوم في البحر 10 أيام لها مبلغ ولو عدت 20 يوم في البحر لها مبلغ فأنا لما بوفر التوقيت بتاعي في البحر عن طريق قناة السويس شركات الشحن وشركات الملاحة بتعمل إيه بتوفر هي كمان في الميزانيات بتاعتها شوف أنا كده وفرت فيه 3 مناحي ولازلت هناك الكثير من الأمور بقى خدمة لوجستية إلخ 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 فأنا قعد طول الوقت بوفر لخدمات الملاحية شركات الشحن والشحن الملاحي الكبير على مستوى العالم أنا بالنسبة لها أوفر في كل حاجة بالنسبة اللي احنا سبق ذكرناها تطلع بقى أحيانا 40% تطلع 45% تطلع 23% طول الوقت أنا أوفر من أي ممر ملاحي تاني وبالرغم من ذلك أنا بحقق إرادات أعلى وبالرغم من ذلك بحقق صافي حمولات أعلى طيب تعال نشوف بقى المشروع بتاع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس اللي هو من عند السويس تحت في الجنوب لو أنت طالع هتلاقي مشروع التوسع والتعميق بتاع المنطقة الجنوبية لقناة السويس عملنا إيه بقى عرض 40 متر شرق وعمق 72 قدم بدلا من إيه؟ 66 حلو؟ طيب طول 30 كيلومتر من الكيلومتر 132 أو من العلامة 132 لحد العلامة كيلومترية 162 ترقيم القناة عندي ست سفن إضافية بسبب اللي أنا عملته ده في مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية فبقى عندي ست سفن إضافية زيادة في الطاقة الاستيعابية في المنطقة دي ده أدى كمان إلى 28% زيادة في معامل الأمان الملاحي بيتحها مشروع التطوير طيب ده بيوفر الشركات الشحن العالمية والشركات الملاحية إيه؟ وفعل الله في وسقت التأمين يا مولانا كلما كان المرور آمن في القناة الملاحية كلما سعر الوثيقة بقى أخف على الشركة يعني أنا برضو بوفر له تعالي النحية التانية مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى من الطول 10 كيلومتر 82 كيلومتر طيب ده طول قناة السويس الجديدة في بداية من العلامة 72 ترقيم القناة يبقى من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 أدي 10 كيلو طيب من الترقيم 72 عندي 82 كيلو تقليل الطيرات الملاحية ده بقى بيؤدي إلى الازدواج والتوسع والتعميق بيؤدي إلى تقليل الطيرات الملاحية عشان كده المرور عندي أأمن زيادة الطاقة الاستيعابية في المرور عندي أسرع زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية زي ما كنت بقولك زيادة مسطح القطاع المائي أصبح عندي السطح بتاعي أكثر اتساعا فيسهل حركة العبور بتاعة القنوات ما بينها وما بين بعض هتونا احنا الاتنين يا جماعة أنا والسلايد بعد إذنكم فيسهل إيه؟ يسهل حركة العبور المسطح بتاعي واسع من آخر كده زي ما أنت وانت سائل عربية سائل على طريق حرة واحدة ولا حرطين ولا سبع حرات زي الطرق الجديدة كلما كان العدد كلما كان الطريق أكثر اتساعا كلما كانت الحركة أسهل في العبور تحسين حركة الملاحة تقليل زمن عبور السفن في القناة إيه اللي بعده طيب الحوافز والسياسات التسويقية والتسعارية لقناة السويس الزكي وهنا بقى هنا إيه؟ الإدارة الاقتصادية المسألة مش مجرد بقطع كارت الدخول ولا كارت الخروج المسألة ما هياش كده المسألة هي إدارة اقتصادية لهذا الرافض الاقتصادي العظيم في بلدنا اسمه قناة السويس أبرز الحوافز والسياسات التسويقية مثلا خلال أزمة كورونا وكورونا تضرب العالم في عشرين عشرين تنخفض الإرادات الله طبعا عندي راحة هب طلع في واحد وعشرين ما شاء الله شدت حلها جابت الإرادة التاريخي بتاعها اللي هو ستة وثلاثة من عشر مليار فهتلاقي عندك من 40% ل 75% ما بين 40% ل 75% تخفضات لسفن الحويات اللي جاية من السحل الشرقي الأمريكي ما بين 35% لسفن الغاز الطبيعي المسال ما بين الخليج الأمريكي والخليج العربي والهند وما شرق الهند 48% تخفض تسعيرات مرور ناقلات البترول يعني لو أنا كنت شغال على قديمه كان زماني جبت فلوس أكتر طب أنا كنت ينفع أشتغل على قديمه لا لأن في كورونا ففي ركود الشركات كلها عندها أزمة فاعمل إيه أسخنه أحفزه قلوا تعالى عدي من هنا فييجي فتلاقي في 48% خاص طبعا هاجي يا سلام وبالرغم من ذلك أعلى عائد في تاريخ القناة وبالرغم من ذلك وأنا عمل الخصومات دي محقق أعلى صافي حمولة 48% تخفض تسعير مرور ناقلات البترول الخامل عملاقة المحملة جزئيا من مواني شمال غرب أوروبا واللي بتتجه لمواني جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى عندك من 6% ل 17% تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من فين من شمال وغرب أوروبا عندك بدءا من 5% لحد 8% من 10% خصم وتخفيض من رسوم العبور العادية للسفن بقى حاملات السيارات اللي جاية من شمال وغرب أوروبا لحد أسف ميناء سانتاندر واللي بيتجه مباشرة لميناء بورت كلانج وما هو شرق هذا الميناء ومن مواني جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى طيب تعالى 30% لـ 75% خفض تسعير مرور نقلات المواد الكيموية ما بين مواني منطقة الأمريكتين شمال وجنوب والهند وما شرقها وما شرقها ما بين 24% لـ 75% تخفيضات في التسعير على مرور نقلات الغاز أسف نقلات الغازات والمواد البترولية المسالة ما بين مواني الخليج الأمريكي والهند وما شرقها 50% وش خصم تخفيض من رسوم العبور للسفن السياحية وده استجابة لإيه لطلبات بقى عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح هذا التخفيض تنشيط للحركة السياحية تنشيط للحركة الملاحية والتجارية على مستوى العالم نحن مش بنالعب 15% تخفيض لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية وده دعم لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO حول حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة إن كنتم تتذكرون طيب النتائج كل التخفضات دي الحزمة دي قدت إلى إيه قدت إلى 4923 سفينة تم جذبها خلال 2021 أعلى معدل جذب سفن حصل في تاريخ القناة طيب 1 و 1 من 10 مليار دولار إراد خاص بالسياسة التسويقية تم تحقيقه من إجمال الإرادات سنة 2021 وده برضو رقم تاريخي لأنه بيعتبر أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيق هذا الشكل من السياسات إيه تاني أولاد أكمل كمان؟ نكمل كمان أرقام قياسية في السريع؟ طيب أهو بسرعة أرقام قياسية عندي 8 و 5 من 10 أو 8.5% زيادة في حجم التجارة العالمية اللي مرت عبر قناة السويس سنة 2021 طيب قبل كده كان إيه؟ كانت الزيادة بتاعتنا 3 و 7 من 10 يبقى أنا قد إيه زيادة 1 و 8 من 10 في حجم التجارة العالمية عندك نوفمبر 21 حركة الملاحة في قناة السويس سجلت أعلى حمولة صفية 112 مليون طن تعالي نروح على أغسطس على سبيل المثال عبور سفينة الحويات العملاقة أفر إيس أكبر سفينة حويات في العالم في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد يا فندم اللي مش عاجب بعضهم إن شاء الله ما عاجبهم إيه المهم؟ ديسمبر 2021 عبور سفينة الحويات العملاقة أفر إيس طيب في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة أنتوا أخدين بالكم من كلمة أفر ولا لأ؟ احنا عندنا 3 إفارات هنا أفر إيس أفر إيس أفر إيس أفر جيفن اللي كانت في أغسطس يعني عندي في أغسطس أفر جيفن الشهيرة جدا وبعدين عندي أفر إيس وبعدين عندي أفر إيم عارف حضرتك ليه ولا لأ؟ علشان إزاي مصر والقناة بمهندسيها وعمالها ومرشديها كل الناس اللي بتشغل في الهيئة عرفوا يعدوا هذه الأزمة بهذا الشكل غير المسبوك فاكرين الناس في العالم كانت بتقول إيه؟ أفضل التقديرات 3 أسابيع يا جماعة وإذا عرفوا أو إذا عرفنا يعني أدخل شركات العالم قلت لك والله يمكن نتدخل بس لو ادخلنا هي مش أقل من 3 أسابيع المصرين خلصوها في كام يوم طيب وبالمناسبة بودوا في عندنا جلوبل لو لا بقى اللي حصل ده معلش أنا مكملتلكش لو لا ده ما كانش بقيت السفن جات لنا خالص لأن انت عارف إزاي العالم أصبح فيه عنده ثقة لا متنهية لا متنهية مش متنهية وليه أحد لا متنهية في إدارة القناة وفي تأمين العبور اللي بعده طيب تعالي نشوف بعضه دور المنطقة الاقتصادية أو تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية 18 مليار دولار إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة بتوفرها المنطقة 250 منشاقة صناعية وخدمية بيتم إنشاءها في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة وإقامة شراكات مع 14 مطور صناعي داخل المنطقة قال لك بس الاقتصاد المصري بعافية خد بالك وقناة السويس ما بقتش بتجيب فلوس والناس بقيت بتبعد كل ده أكمل مكونات المنطقة 6 مواني بحثية و4 مناطق اقتصادية تعالي نشوف بقى إيه مشروعات البنية التحتية أو بالأدق أبرز المشروعات أصلا لو عادت حكيت الحلقة هتخلص ده بجد دون أي مبالغة 37 مليار جنيه تكلفة التطوير بإنشاء 4 أحوات جديدة و18 كيلو متر أرصفة بحرية أنشطة متنوعة 6 و8 من 10 مليار جنيه تكلفة إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو متر 4 و6 من 10 ساعة أسف 4 و6 من 10 ساعة بدل 13 ونص ساعة مدة انتظار 4 و6 من 10 ساعة بعد ما كانوا 13 و5 من 10 وخبالك يعني نزلت بمقدار تقريبا 68% خفض في عدد ساعات الانتظار بعد افتتاح قناة الميناء الجنبية بطول 9 و2 من 10 كيلو وبعمق 18 ونص متر إيه تاني مينة العريش ما شاء الله ما شاء الله والاشتغل تاني الحمد لله والشكر لله في يناير 2021 بعد توقف 8 سنين يا مولانا مينة غرب بورسعيد وحوالي 114 من 10 مليار جنيه تكلفة البدء في التطوير ورفع الكفاءة ورفع الكفاءة بتاعة بعض من الأرصفة بتاعة المينة بطول قدقي 675 متر وتعميق الغاطس لـ 14 متر 250 مليون جنيه تكلفة المشروعات اللي حصل تنفيذها لتطوير المينة أيضا على مستويات أخرى تعالى نشوف اللي بعده بس قالك إيه بقى؟ قالك الاقتصاد المصري بعافية قلت السويس بتعمل إيه؟ إيه حكاية المواني اللي بيعملوه؟ ماهو احنا إيه بقى؟ قالك إيه حكاية الطرق؟ طب خد المواني نقوله قادي حكاية المواني هيقولك إيه حكاية المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوله طيب تعالى أقولك على التصدير الزراعي هيقولك ما أنا مش عاجبني التصدير الزراعي وتب أعلى أقولك الأرقام فيضطر يخرص نقوله طب تعالى بقى نتكلم شوية على التعليم تعالى نتكلم على الصحة بص أنا أقعد لكم أنا مريش حالي شغلتي شغلتي إيه؟ شغلتي أقولك الحقيقة والأرقام وشرح وبسط علشان إيه؟ علشان كلنا نبقى فاهمين علشان كلنا ثقاتنا بس ما تتهزش بالمناسبة هو أنت فاكر أنه بقولك كده ثقتك عشان ما تتهزش في أسماء؟ لا هو ثقتك مش عايزها تتهزف الأسماء؟ آه مش عايزها تتهزف بس بالمناسبة هو حضرتك عملت ده بأيديك بلاش ثقتك تتهزف نفسك بلاش حد يزعزع ثقتك وقدرتك على أنك بجأ أيوة أنتم أبناء بنات الأهرام فيش حاجة أبناء ينفع تهزك إيه ده؟ معقول سلايد دي جميلة المنطقة الصناعية الروسية مثلا في شرق بورسعيد 6.9 مليار استثمرات بس يسكت الاقتصاد المصري بعافية سبحان الله عشان كده الروس جايين يستثمروا بـ 6.9 مليار مثلا يعني مع توقيع بقى اتفاقية لتوسيع نطاق عمل للمنطقة الصناعية الروسية عشان يشمل شرق بورسعيد والعين السغلة طيب تعال مجمع البحر الأحمر للبيترو كيمويات 7.5 مليار دولار تكلفة استثمارية للمشروع معقول؟ بالاقتصاد المصري بعافية حتى ما فيش استثماراته تخيل؟ الروس 6.9 مليار البحر الأحمر للبيترو كيمويات 7.5 مليار المجمع العالمي للميثانول 2.6 مليار أعمل إيه توقيع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال في شرق بورسعيد وبالمناسبة هذا أنقذك وأنقذ الأمن الغذائي المصري والعربي عشان بارد تبقى عارف المصري والعربي 2.2 مليار جنيه تكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة بمساحة 267 ألف متر مربع من 1.5 ل 7.2 مليون طن سنوي الحجم المتوقع للتداول بتاع هذه المحطة واحدة بس مصنع الألياف الضوئية فاكرين إما كنت بقول لكم مصنع الألياف الضوئية انتاجه محجوز محجوز لقدام آلاف كيلو مترات بوصة سيدي 1 مليار جنيه استثمارات تم تنفيذها بالمشروع على مساحة 50 ألف متر مربع 4 مليون كيلو متر كابلات سنوي ده إجمالي الطاقة الانتاجية الحالية للمشروع لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية لو قد تعديت لك فيه كم دولة حجزة الانتاج حجزة اللي هو يا جماعة إحنا معاكم انتج وانا شاري والمقدمات على الترابيزة عارف انت المصطلح بتاع توتو على كابوتو فلوس على الترابيزة عمعالي ماشي طيب مشروع مصانع تجميع وتوريد واعادة تأهيل وحدات متحركة للسكة الحديد في شرق بورسعيد عندك 240 مليون دولار استثمارات تنفيذ المشروع على 300 ألف متر مربع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع ان ان شاء الله يوفرها هذا المشروع اقول اقتصاد المصري بعافية انا مش عارف اني بيقول كده ايه ده مفتري طيب تعالى الارشدات والتوقعات الدولية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية هقول لك كلامي لا هقول لك كلام مؤسسات مصرية اسمع economist مش بتاعتنا اكبر واهم مجلة اقتصادية على مستوى العالم العالم بتقول ايه من المتوقع ان يستمر تحقيق فائد قوي ما كتفوش بكلمة فائد والناس دي بتختار الكلام بالحرف هم ما عارفين بيقولوا ايه فائد قوي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بميزان الخدمات بما يهتماش مع الانتعاش في ارادات قناة السويس والسياح اقتصاد بعافية طيب فتش سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر نتيجة لانجداب المستثمرين الى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصدرية قدرات اللوجستية والتصدرية دي بتاعت ميه؟ بعد الجران نتمنى يعني جران اخواتنا وحبابنا دي بتاعت مصر ماشي البنك الدولي انتعشت ارادات قناة السويس خلال الربع الاخير من العام المالي 2020 2021 مع تخفيف القيود الخاصة بازمة كورونا وعودة النشاط للتجارة العالمية مرة اخرى ومن المتوقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط ولا طويل ولا ديولو مع تحسن ارادات قناة السويس وانتعاش السياحة انت فاهم يعني ايه قناة السويس وانتعاش السياحة بتعكس ايه مش بس على الاقتصاد؟ بتعكس ايه على الامن القومي المصري والامن القومي العربي الناس دي بتيجي عشان الامن والامان الان مش هيجي لا يعدي في قناة السويس ولا يجي يتفسح أخيرا FDI Intelligence بتقول تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع جيد من الناحية اللوجستية خاصة أنها تمتلك روابط خدي بس عشان اللي مش عجبه شبكة الطرق المخ حلو العقل جميل وزينة والله خاصة أنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا السلام عليكم براءة احنا كده هو احنا في كل الأحوال براءة طيب قلنا الكلام ده ليه عشان حضرتك تشوف بنفسك أرقام تسمع بنفسك تدقق وتفحص وتمحص وتدور وتراجع وجيد قوي الشهادات بتاعت المؤسسات الدولية عشان ما يجيش حد يقولك ايه ده كلامهم منهم فيهم ارجع بقى ارجع لفيتش وارجع إيكانمست وارجع لفدي آي ارجع لللي انت عايز والبنك الدولي احنا جيبين الكلام ده من عندوه حقيقي مش هزار ليجي بقى يقولك أصل الاقتصاد بعافية مش هقولك تعمل في ايه خالص بصلوا من فوق لتحت وابتسم ابتسامة السخرية او ابتسم ابتسامة المنتصرين عشان انت عندك عقل وعندك مخ اشتركوا في القناة